لأن الاتحاد أو الربط حيطالب أي مجلس إدارة نادي عايز جمهوره يحضر بالساعة الكاملة يقدم الضمانة الأمنية اللي هو مسؤول عن جمهوره وهنا كده احنا بنحط العربة قدام الحصان كده ما مش بنحل لأنه ما فيش أي مجلس إدارة لأي نادي عنده مسؤولية كاملة عن جمهوره هو عنده مسؤولية رياضية لكن هو لا عنده قاعدة بيانات ولا هو اللي حجز التذاكر ولا هو اللي وزع التذاكر ولا هو اللي عنده سلطة التنظيم داخل الملعب ولا هو اللي عنده السواب والعقاب ولا عنده فرصة للسواب ولا العقاب ولا عنده السلطة القضائية اللي تخليه أو الضبطية القضائية اللي تخليه يمسك على حد عشانك صادر الاندية الجماهرة فبالتالي فكرة ان انت عايز تدخل جمهور اكتب لتعهد لا ده رفض مقنع لا مش رفض لا لا ده تصور لا تحتية عشر خطوط طب الصادر الاندية في موجة جماهرة يا عمي احنا متأكدين ان الامن قادر على السيطرة بمساعد بمساعدة الاندية بمساعدة الاندية يعني انا وهو الاندية لما تخاطب جماهرة اللي تقدر تساعده بنشر الوعي بالتفاهم معاهم ما تضرونيش اكتر من كده ما انتوا كده بتضر اقصادياتي مش حادر اجيب لكم احتياجاتكم مش حادر اجيب بلتزاماتي او بدل انا محرم الجماهير من الحضور لا الجماهير اللي هي بتخطئ هي اللي تدفع بالزبط هي دي شخصية العقوبة احنا جماعة وصلنا المرحلة متقدمة في تنظيم دخول الملاعب من خلال الشركة المختصة بالتذاكر ومن خلال الشركة المختصة بالتنظيم داخل الملاعب والتعاون بين كل الاطراب والحقيقة التجربة اثباتت نجاح كبير جدا وجهود امنية هيلة في الحفاظ على الحالة في كل المنشات اللي تلعبت حتى بالساعة الكاملة مدام وصلنا للمرحلة المتقدمة ديت عايزين نبني عليها وعايزين يبقى فيه مزيد من التسقيف للجمهور انه يدرك مسئولياته كويس قوي ويدرك ان ده ملعب كورة ممنوع الخروج فيها عن الإطار التنظيم السليم وانه اي خروج بيقابل بعقاب شخصي او بمسئولية شخصية النادي اه بيتعاقب ماديا بس في النهاية المشجع اللي بيخرج على النظام هو اللي بينضر وصلنا للمرحلة متقدمة اتمنى ان احنا نبني عليها واتمنى ان احنا في الموسم الجديد زي ما النادي الاهلي بعت لاتحاد الكورة يبقى فيه حرص على العودة كاملة بتسعى الكاملة والاهلي كمان الكابتن خطيب في الحفل الاخير قال ان احنا هنخاطب كل الاتحادات الرياضية ما انت عايز برضو ترفع من حماس كورة اليد وتلعب بمشاة كورة السلة والكورة الطائرة بين كل الاندية بفيه حضور جماهيري شريطة الالتزام واي خروج على النظام يواجه بالعقاب واعتقد رجال الامن نفسهم هيكونوا اسعد الناس بالتزام الجمهور لانه هدفهم في الاول وفي الاخير حفاظ على حياة الجمهور زي حياة اللعيبة وزي سلامة كل اطراف اللعبة اللي موجودة في الملاعب فنتمنى انه دا يتبني عليه لكن فكرة ان انا اصدر مبدأ اكتب لتعاهد لا يبقى بنرجع عشر خطوات تاني الوراء وده اللي ما يجيبش على الاقل في ظل ما هو حادث في المنطقة والتطور الكبير اللي حاصل في دوريات كتيرة اتمنى ان دا يحصل لعلكم تفقهون دا كان مهم جدا في هذه القضية وفي كلام كتير في الغربال توريطة دي كانت توريطة فعلا فجأة اول امبارح الحق بيرامتز بيطلع خبر بيسربه للزمل الصحفيين وطبعا الكل على الرحب والساعة والسرعة انشر وزارة الرياضة تطلب احالة القيعي والمينيسي للإعلام بسبب التجاوز في حق رئيس بيرامتز بسبب التجاوز في حق رئيس بيرامتز والوزارة بتطالب كمان الجبلية والتظلمات بالتحقيق الفوري في شكوى بيرامتز ضد حسين الشحات الناس اللي نشرت معزورة حتى وان كانت جملة او او معزورة لانه اللي حصل من الوزارة توريطة للسيد الوزير اللي حصل من اتنين مسؤولين في الوزارة في توريط مباشر للسيد الوزير ليه؟ مطلع يتسرب جواب طالع من سيد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي محمد الكردي ووكيل الوزارة رئيس قطاع الرياضة الدكتور عادر رضوان والمسألة بالضبط في 29.28 20.23 يعني ما كملناش اسبوع بعتينه المين على فجرة كان ممكن نكتفي بكلام السيد المتحدث الرسمي للوزارة ونافيه وما قيل عن تدخل الدكتور أشرف صبحي وتوجيه اللوم العنيف للاتنين المسؤولين كنا ممكن نكتفي باللي حصل واللي تم الإشارة إليه حتى هاتفيا مش عايزة أقول تم نوع من التوبيخ الإداري لللي حصل لكن عرض اللي حصل ده هدفه أن الناس تبقى فاهمة الدنيا ماشي أزاي مؤكد أن الدلت بعت ما كانش مدركين وأنه ده حيتصرب لكن فيه كوارث إدارية وتنظيمية سيبكم من أنه المستهدف النادي الأهلي أو ملك وكتابة أو كابتن حسين الشحات سيبكم من كل ده لكن الكارثة فيه أنه يبقى فيه تقدير للموقف إداريا بهذا الشكل عمد اثنين مسؤولي قيادات في الوزارة لأنه يتقال فيها طورية كبيرة جدا للدكتور أشرف صلحي لأنه مؤكد هم نقلين عنه هذه الموافقة هل هم وفقه من غير ما هو يعرف هل هو من عندهش علم بالموضوع هل هم نيابة عنه لأنه فيها في الحتة دي صياغة أستاذ براهيم موافقته على إيه طيب فيه مضمون وفيه شكل على نقرأها بعناية لأن اللي كتابها برضو موافقته على ما انتهى إليه رأي اللجنة القانونية بالوزارة يعني الأمر انت اتعرض على اللجنة القانونية في الوزارة فاللجنة القانونية في الوزارة حققت فانتهت إلى موافقة عليه السيد وزير الشباب والرياضة بشأن شكوى نادي بيرومتز ايف سي ضد كل من هم كانت بينها ضد كل من والمفروض خطبات الوزارة في المكاتبات الرسمية على الأقل يروع فيها اللغة العربية يعني على الأقل ضد كل من أولا بشأن الشكوى ضد السيد عدل القيعي مستشار النادي الأهل للرياضة البدنية بشأن قيامه بتوجيه إساءات وتجاوزات بحق الرئيس التنفيذي للنادي ده فيه واحد متحل اسمي في برنامجه ها السنة بس أنا مش مستشار النادي الأهل للرياضة البدنية ها اظهر إن فيه حد متحل اسم ها في برنامجه مع الإعلامي الأستاذ إبراهيم المنسي عبر قناة النادي الأهل دون سند قانوني أو الواقع ومسؤولياته عن تهريب أحد لعيب كرة القدم على النادي على النادي مخاطبة المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام لفحص الشكوى والتحقيق فيه لكونه يتولى شؤون الإعلام المرئي والمسموع والرقمي ولا أنه المعني في هذا الشأن طيب يعني اللجنة القانونية حققت واستقرت على ما تراه فيه إدانة والسيد الوزير وافق إن الأمر يروح للمجلس الأعلى للتنظيم الإعلام وكلها حاجات صدقوني فيها طوريته كوارث للسيد الوزير بس لا معلش أنا التفتير ده أنا مش قول هو ما قال شي إن اللجنة حققت واستقرت إلى الإدانة ما قال شي إن كتابها بصيغة كل واحدة إيه إلى الإحالة هو اللجنة قالت اللجنة قالت إيه موضوع ما يخصناش بالآخر لا ما قالت شو كده اللجنة القانونية قالت كده الصياغة هنا بتقول إيه إن ده شأن المجلس الأعلى للإعلام لأنه هو جهة المعنية بقى إحنا مش الجهة المعنية هنا التزيد إنت مش دارك تقول مين الجهة المعنية هو المحكمة اللي ما بتدفق بتعكم بعدم الإختصاص ما بتقول لكش روح الحتة الفلانية بتقول لك المحكمة غير مختصة بهذا النوع من القضايا مش بتاعتي إنما هو أراضة أن يبدو هذا يعني لكن لما لو أنت كلمت حابرت وقول لك أنا قلت إن فيه إدانة ده اللي بقول قال هم قالوا اللي يروحوا للجهات المعنية فيه حالة فيه حالة للجهات المعنية طيب أنت حققتي في إيه أنت حققتي ليه لأ حققتي في إيه أنت من أول ثانية مش عارف إن دي ما تخصكش فما ينفعش تقول ما انتهى إليه التحقيق إنما تقولي التحقق إن الشكوى دي ما تخصناش روحوا الجهة روحوا الجهة لإختصاص الجواب يبقى كده لو فيه براءة لكن ما فيش براءة في الصياغة طيب التانية على فكرة كارثة فيها حاجة تانية لأن فيها جهل حقيقي باللوايح المنظمة للعمل الرياضي من اتنين جلسين على قمة الهرم الإداري في الوزارة وأنا آسف بقول لكم جهل وهقول لكم ليه قالوا ثانيا بشأن الشكوى ضد اللاعب حسين الشحات لعب الفريق الأول للنادي الكورت قدم بالنادي الآلي لاعتدائه على لاعب نادي بيرامدس بصفعه على وجهه أمام مسمع ومرأة الجمهير وتهديده وترويعه بصوا هم قدوا لنفسهم حق توصيف الحدث وبرضو بدون وجه حق أنتوا عملين تتكلموا وتوجهوا الاتهامات وبقيتوا ممثل للإدعاء في الموضوع صفعه أمام الجمهير وعلى مرأة ومسمع وتهديده وترويعه تم مخطبة الاتحاد المصري أو تم مخطبة الاتحاد المصري لموافاتنا بنتيجة تحقيق لجنة التظلمات بالاتحاد وبما تم حيال هذا الشأن طيب أنا ليه بقول لكم يا جماعة الموضوع فيه جهل فيه جهل بجد لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكورة وهي اللايحة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم قدت الحق لإدارة المسابقات أنه ما تنظر فيه لجنة المسابقات وتقر فيه عقوبة لا يعرض على لجنة التظلمات على فكرة أي حد صغير متابع للكورة عارف القاعدة دي أنه لما لجنة المسابقات تنظر في حاجة ده مش من اختصاص لجنة التظلمات تروح لها فأنت كوزارة رقم واحد أن أنت الدتل لنفسك الحق التدخل الحكومي في عمل اتحاد منفصل مستقل يملك لايحة معتمدة من الاتحاد الدولي مالكش الحق لأنت ولا غيرك تتدخل في شؤونه ده تدخل صريح في حاجة مش بتاعتك في هيئة مستقلة أو هكذا المفروض رقم اتنين أن سيادتك تجهل لايحة النظام الأساسي اللي المفروض الشباب الصغير اللي بتابع كورة عارفها أنه ما يتم الإقرار بشأنه في لجنة المسابقات أو قرارات إدارة المسابقات يمنع تدخل لجنة التظلمات وده المستشار عدل الشرباجي عارف كده وعشان كده لما برمز راح يشتكي لاتحاد الكورة وقدم لجنة التظلمات المستشار عدل الشرباجي قال لهم أنا مالي ده موضوع اتخذت فيه عقوبة وفقا للنص بتاع إدارة المسابقات لأنه تقرير مرعب المباراة بيحول واقع فمدام مرعب المباراة كتب الواقع أصبحت من اختصاص إدارة المسابقات إدارة المسابقات خدت فيها عقوبة منع التدخل لجنة النظام أو الانضباط أو التظلمات فيها وبرغم هذا فأنت تيجي كوزارة لأ برغم هذا بس وقف هنا اللحظة أه حصل أن لجنة التظلمات وصلها شكوة حصل بس ما نظرتش فيها استنادا أن ده اختصاص لجنة المسابقات يعني من ناحية الشكل تم العرض والرفض ده اللي أنا عايز أقوله عملت ايه رفضت تبقى لله لله بس أنا عايز أقول حاجة بقى نخس هنا بقى ونرجع تاني فلاش باك عشان هنا في نصاعة تقدمت من الوزارة وتقول لهم حققوا لولنا ايه النتيجة حققوا ولولنا ايه النتيجة عشان تعمل ايه هتتدخل وقال لي هتعمل ايه يعني لو قال لك ما حصلش حاجة هتعمل ايه طب قال لك حصل حاجة وحنعمل كذا هتعمل ايه عشان ده مسؤوليتك تم انت بتقول ده مش اختصاصي ليه بتقولهم وفوني بالنتيجة اه بيه سلطتك لا استناني بقى لا حبيبي اه الاهلي لما اشتكى ايام تنظيم نهائي بطولة افطال الدوري من مباراة واحدة في ملعب المنافس واتهم اتحاده كرة باخفاء متعمد عن النادي الاهلي وعن الوزارة لتنظيم النهائي ان الجواب لما راح للوزارة شالوا منه فقرة تنظيم نهائي البطولة واسابوا باية الجواب زي ما هو اذا هناك مش الجواب ما تحاولش عشان يقولك ساهوان زي ما بيقولوا ده جواب تحاول بس ناقص الفقرة دي اذا هناك تعمد التدليس على الوزارة اه وتفويت الفرصة عن النادي الاهلي انه نظم البطولة او على الاقل يبقى من مطشرح جاي او على الاقل في ملعب محايا يعني كان الغرض واضح جدا ما كانش خطأ ده ما كانش خطأ دي كانت جريمة اتحاد الوزارة عملت ايه بعدت لجنة التحقيق صح اي لجنة التحقيق انتهت الى ايه مسؤولية الإدارة التنفيذية في الاتحاد اه فلاني الفلاني اه لما كلمنا الوزير طيب وبعد ايه مش شأني ايوه الله مش شأنك لجنة التحقيق اللي حققت اللي انت شكلتها هو انت حد حقق ان ده لنا قال لنا ايه اللي حصل بحدش في الوزارة مما يعني طيب احنا مالنا طيب لما انت وانت مالك كلمة ونص هذا الموضوع لا يخص الوزارة روح الجهات حتى مش مفروض تقولهم روح الجهات لخصاص مش مفروض هم حرين مش عاديين يروح مش بتاعت انت بتنبيهم على ايه لكن انت عملت ايه زي انت على مواقفك انت كوزارة انت قبل كده قلت انا مش معني بتعقب الوزير قال لي انا شخصية انا دوري انتهى عدلي قلت له الله انتهى الى ايدانا وان فيه شخص موجود الشخص موجود ده طب ايبعت انا قلت له ايبعت جهة قل للاتحاد وافوني بما تم بشأنه فلان قال لي لا مش دوري ايش معني هنا بعد تقول وافوني ايوه في حاجة لا تخصك ولا تخص احد ده موضوع اعلامي بحث حسين الشحات اه حسين الشحات اه انا برضو دخلت في حسين حسين الشحات ده موضوع تم نظره بالفعل بالفعل وليس من حق تسأل الاتحاد انت عملته ايه يعني عشان تغير له من القرار ولا ايه وبعدين بيقول لك ما تم عرضه على نجم التظلمات وده ما تمش لانه ما ينفعش يتم لا بسهر في النظر اه عشان تعمل انت ايه انت قلت قبل كده انا دوري شاورت على الخطأ بس انا معنديش سلط معنديش سلطة ان انا احاسب موظف في اتحاد الكورة لكن عندك سلطة تعاقب لعب النادي لايه تعاقب لعب النادي ايه اللي تابع لتحاد الكورة اه اللي تعاقب اصلا مش يعني الموضوع غريب فيه تناقض فهل انا اشك ان ان الجواب ده راح بتعليمات من الوزير بالطريقة دي مستحيل بدليل بدليل يطلع بيان ينفي كل الكلام ده ده هنعرضه لكن لو السادة مسؤولي الوزارة سخنين اوي كده في الرد لا حرجعوا لهم ارجعوا الرد الوزير علينا في قضية اخفاء الفقرة عن السادة عن الوزارة اللي انتم بتمثلوها واني انتم تاقنتوا ان ده حصل وما حاسبتهم مش حاجة تخصوكو ان يجيلكو جاب يخصوكو مش سليم والادارة القانونية في الوزارة اما وان هي يقزة كده لدرجة بتحقق وبسرعة وتنتهي ياريت يقولولنا الادراج اللي اتملت عندهم من شكاوى النادي الاهلي ضد ما طال النادي الاهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب على مدى السنين اللي فاتت من تجاوزات وإساءات كل الواقع حصلت تم تقديم شكوى للسيد وزير الشباب والرياضة وبالطبع حالها الى السادة مسؤول للإدارة القانونية والأداء المركزي والكلام اللي انتوا شايفينه ده رأيكم ايه في اللي حصل رأيكم بان اللي حصل وانتوا يعني مستنفرين جدا ضد الاهلي وضد حسين الشحات بلاش ضدنا احنا احنا نقدر نرد ونرد بس وانتوا مستنفرين قوي بجهل شديد للحقائق وللوايح لان انا قلتلكم وانتوا بتتكلموا انه وموافاتنا بالامر يوفيك ليه هو انت عندك سلطة تدخل في اتحاد الكرة يقول لك قلنا ايه اللي حصل من لجنة التظلمات مراحلش لجنة التظلمات لانه ماينفعش تروح لجنة التظلمات بعد إدارة المسابعات وده ألف بند في لايحة النظام الأساسي اللي كانوا المفروض تكونوا انتوا عارفين بدلا ما تقولهم كيف يلجأ قاعد عن نصر اللعبة الى النيابة العامة مثلا في خرق واضح لتعليمات الاتحاد الدولي رايح بتقولهم وقلولي عملتوا ايه في حسين الشحات وكأنك تريد ان يتظر عقابا ضد حسين الشحات وبشكل انت ترد عنه في حاجة في النص مش مفهومة في حاجة في النص مش ممكن ما تقوليش يا جهل لا المسائل دي ما فيهاش جهل يا أستاذ إبراهيم دي مسائل ناس قانوني بتدرسها انما هي فيها يا حبيبي ومن قالك ان القانون يوافع على كده الخطاب ده صدر بالطريقة دي والوزير خلى المتحدث الرسمي ينفي هنشوف نفي المتحدث الرسمي وهنشوف كيف تم الرد على طوريطة الكردي وردوان من وزير الشباب والرياضة بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر